والله ما سهلا بالجميع ومساء الخير إذا في عندك مقطع فيديو باللغة الإنجليزية زي هذا وممترجم نبي نتعلم شلون نترجمه بطريقة جدا بسيطة من المتصفح ادخل على موقع جوجل وأكتب هذه الكلمة راح أسجلها لكم في نفس الشاشة بعد ما نحط اسم الموقع راح يظهر لنا طبعا الصفحات الخاصة بالموقع هنا عندك الصفحة الرئيسية أو أننا نضغط على طولز مباشرة طبعا حتى لو دخلت على الصفحة الرئيسية بتحصل طولز هنا في الأعلى بعد ما تفتح لك صفحة الطولز ننزل تحت لحد ما نحصل خيار الترجمة نحصله تحت تقريبا هذا خيار الترجمة نضغط عليه بعد ما تفتح لنا الصفحة الخاصة بترجمة الفيديوات نختار الفيديو من هنا ونقول له مكتبة الصور وبعدين نختار هذا الفيديو على سبيل المثال ونغط على اختيار راح يحمل لك الفيديو ويجيبه لك هنا ومن الصفحة هذه اللي نقدر نعدل أي شيء بالفيديو ننزل تحت بالطريقة هذه لحد ما نحصل هذا الخيار نضغط على هذا الخيار بعدين كده يقول لك لغة الفيديو وإي شيء هنا موجودة طبعا اللغة الإنجليزية وتقدر تختار اللغات وبعدين نضغط على خيار الترجمة ونختار اللغة العربية بالشكل هذا وننزل ونختار هذا الخيار وننتظر لحد ما تتم الترجمة عندما تختار اللغة برجعك لهذه الصفحة لا تعدل أي شيء من الخيارات اللي موجودة هنا أضغط على الدن بنلاحظ أن الترجمة انزلت عندنا وممكن أننا نشوفها هنا نتأكد أن الترجمة نازلة على كامل الفيديو وفي عندك هنا مجموعة من الخيارات اللي ممكن أنك تعدل فيها الفيديو بعد كذا نضغط على الخيار هذا اللي هو تصدير ونطلب تصديره إلى ألبوم الكاميرا أو أنك تحفظه في حسابك داخل الموقع أنا طبعا مسوي تسجيل دخول كذا بعد ما عطيته تصدير هو جاب لك الفيديو بشكل النهائي الآن يقول لك تأكد من الفيديو شغلنا طبعا موضوع الترجمة الترجمة ممتازة في عندك هذا تقدر تنسخ رابط الفيديو أو أنك تضغط على download file وتحفظه عندك بالتنزيلات بنلاحظ أن الفيديو جاء عندي هنا بالتنزيلات بعد ما يحمل بالتنزيلات نضغطه بالطريقة هذه ونتأكد من تشغيل الفيديو وبعد كذا نضغط على هذا السهم ونعطيه حفظ في الألبوم الآن الفيديو صار عندك في الألبوم أتمنى إن شاء الله أنه الشرح هذا يفيدكم خاصة لللي عنده مقاطع انجليزية ويبغي يحولها للعربي هذا الموقع راح يفيدك تحياتي ترجمة نانسي قنقر